اول ما من جيب حلوة المولد اول حاجة بدلها من العلب هي النوجة والهاريسة بصراحة بحبهم جدا 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 فقط او في غير علبة حلوة المولد، طول ميعد على المركت او على مقلب التسالي اللي أفكر ان جيبها منها هي النوجة احب النوجة جدا جدا وبحب الهاريسة جدا جدا لكن النوجة اكتر فهي لان اتعلمت ان اقوم بالنوجة لديها في البيت وهي طريقتها سهلة جدا بس فيها كم تركة اشتركه لتطلع النوجة مذبوطة معينة نسمي الله ونصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبنسبة مولده الشريف اول حاجة اجيب معي كباية ونصف من السكر بالجرامات 300 جرام من السكر وحط عليهم ربع كباية من الماء على حروف السكر كده زي ما انتي شايفة بس اما حاجة يكون السكر اللي معي سكر ابيض يعني ما ينفعش في الوصفة دي استعمل سكر غامق لان السكر الغامق بيغمق الكراميل وما بيبقاش حلو خالص في الكراميل الاي كراميل اللي عايزة تعمليه لازم السكر اللي معاك يكون سكر ابيض علشان يدي الكراميل اللي مزبوط جدا معاك بعد كده نحطهم على نار هادية لحد السكر اللي معانا ما يدوب طبعا مش نيجي جنبه خالص اول السكر اللي معانا ما يغلي او اول الميا معانا ما تغلي هندي عصرة نص للمونة ومعلقتين كبار من عسل الكولوكوز وعسل الكولوكوز هنا مهم جدا جدا للنوجة يعني ممكن اي وصفة من حلويات المولد ممكن نعملها من غير عسل الكولوكوز لكن النوجة بالذات لازم ان تتبع الخطوات بتاعتها كويس جدا عشان تطلع معك مظبوطة ان شاء الله لازم ان في العسل بتاعة النوجة نحط معلقتين عسل الكولوكوز بس يكون معلقتين كبار من بتوع الاكل مليانين كويس عسل الكولوكوز او يكون ربع كباية من عسل الكولوكوز ودي تريكة مهمة جدا في عماية للنوجة يعني عايزة قولك لو ما عندكش عسل الكولوكوز معلشาม تعمليش النوجة ممكن تعملي goes into Vicical demon لان النوجة لازم العسل الكولكوس ضروري وتركه في النوجة ان انت يكون عندك عجان يعني لو ما عندكيش عجان برضو ما تعمليش النوجة لان احنا عايزين ضرب قوي جدا للمارنج وده مش هييجي الا بالعجان يعني لو بمضرب ولا بكبة ولا باي حاجة تانية لان مش هتديلك نفس النتيجة اللي هتطلعيها من العجان لازم طبعا العجان بتاعنا يكون ناشف جدا والمضرب يكون ناشف جدا عشان لو في نقطة مية مش هتطلع المارنج معنا خلص انا معي دلوقتي بياض بيتين حطيتهم في العجان وخدت معي نص معلقة صغيرة من الفانيليا وزارة ملح صغيرة هسيب بقى العجان يضرب في بياض البيض ونروح للكراميل بتاعنا الكراميل بتاعنا زي ما انتو شايفين اهو بدأ ان هو يفور معينا بعد ما بيفور كده بشيل الريمي اللي بيطلع من عالوش بشيله بمعلقة بعد كده باجيب نص اللمونة اللي معي واروح عصرها كلها في قلب الكراميل بتاعنا بعد كده بقى اجيب عسل الكولكوز واخد منه زي ما قلتلكم ربع كبال اي حاجة باشتغل فيها في الكراميل او في حلويات المولد لازم ان تكون مدهونة زيت وانا دهنت المعلقة دي كمان زيت عشان ما تلزقش معي في العسل الكولكوز وبعد كده خدت العسل الكولكوز وقلبت بقى في الكراميل اللي معي وهسيب الكراميل اللي معي قد عشر داية كده لحد ما يستوي لو عندك هنا ترمومتر خير وبركة ايسي درجة حرارة 150 علشان تسوي معي بياض البيض لان طبعا البياض البيض اللي معنا نين ما عندكيش بقى ترمومتر زي حالتي كده هاتي بولة فيها ربع كباية مية متلجة واخد نقطتين من الكراميل اللي معينا ونزليهم في البولة وبعد كده خدهم لو عملوا معيك كورة صلبة كده كورة نشفة زي ما انت شايفة كده يعني كورة تتكسر يبقى هو كده هو نتيجة الكراميل بتاعك تطلع مزبوطة جدا نحطها على بياض البيض اللي معنا وطبعا نحطها على بياض البيض اللي معنا برضو بطريقة هنشوفها دلوقتي مع بعضين لان ما ينفعش نحطها كده وخلاص على بياض البيض ودي برضو تركة من تركات النوجة ان احنا لو خدنا الكراميل ونزلنا بيه مرة واحدة على المارنج اللي معنا هيبقى قملة لا احنا هننزل بيه واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده ونلف حوالين بولة العجان عشان نتأكد ان الكراميل ينزل على المارنج كله وان العجان يعرف يلف المارنج مع الكراميل وكمان كل ديئتين اروح اولا والتweisenى مقلبها بالمعلقة ليسلك كله يتقلب على قلب لانه ممكن يكون فيه كراميل لما الاكون في حالة العجان فانا بقلبه كله بالشكل ده زي ما انت شايفة معانا كده بالظبع وبانزل برضو ترسوب كده زي ما انت شايفة يعني بنزل بالكراميل ووحدة ووحدة كده على المارنجة وزي ما اقولتل كل ديئتين كدا بنروح فصلين العجان ونروح مقلبين البولة بتاعت العجان او الحلة بتاعت العجان نقلب كده من فوق اللي تحت عشان المارينج لو ماركونة على جنب او القرامل لو ماركونة على جنب يختلط بالمارينج ونضرب بقى في العجان نضرب زيادة عن 10 دقاي لحد القوام بتاعنا ميتقل كده نروح فصلين العجان بعد كده بقى نشتغل في كل حاجة بسرعة قبل النوجة ما تنشف مننا انا جبت صنية وحطيت فيها كيس من اكياس التلاجة فردت فيها ممكن لو عندك استريت شراب اي حاجة مفيش مشكلة بس اما حاجة تكوني دهنة كل حاجة زيت اي حاجة تشتغل بيها دينيها زيت حطيت بقى شوية فول سوداني في قلب حلة العجان وروحت مقلبها تقليبها بسرعة اهم حاجة تشتغل بسرعة قبل الحاجة ما تبرد معيك جبت كيس دهنت زيت وروحت فردة به النوجة وبعد كده جبت بقى السكينة قطعت برضو النوجة وهي لسه طرية وهي لسه سخنة كده دهنت السكينة برضو زيت وقطعتها زي ما انت شايفها معانا كده بالزبط تقطعيها الاول وبعد كده هون بقى عيدي على تقطعها هتبقى مقطعها معاك يا ضبك ان انت هتفصليها من بعض بعد كده بقى جبت شوية فول سوداني حطيتهم على الوش ممكن تحط بقى فروطها مسكرة او اي مكسرات عندك مفيش اي مشكلة الحاجة اللي انت بتحبيها حطيها على الوش ورحتي جايبة برضو الكيس مدهون زيت ورحتي دايسة كويس على الفول السوداني ورحتي جايبة كمان مفصلة زي ما انت شايفة كده كده هي نشفت شوية انا بقى بفصلها بس من بعض هي متقطعة علشان كده بقولك قطعيها وهي لسه سخنة لانها لو بردت ونشفت مش تعرفت قطعيها هتغلبت جدا طبعا لما تقطعيها اما حاجة نقطعها وهي لسه سخنة بعد كده بقى بنفصلها من بعضها بتبقى سهلة جدا تعالوا بقى نشوف النجا بتاعتنا الجميلة اللي انا بجد بجد بعشاقها بعشاقها جدا وزي ما بقولكو اول ما بجيب علبة حلوتي المولد اول حاجة بلمها منها هي النجا بصراحة بحبها جدا لكن من ساعة ما تعلمتها وعرفت طريقتها وان هي سهلة جدا بس بالكام تركت اللي قلتلكم عليها بصراحة بقيت عاملة على طول ما بقتش استنى علبة حلوتي المولد لما تيجي فيها النجا اللي علمني طريقتها او اللي علمني عميلها الشيف خالد علي الله يبريك له بتاع كناطي الاسرة والتف من ساعة ما شفته لما عملها بصراحة بعملها وراها بتبقى جميلة جدا ومن ساعتها بصراحة وانا بادعيله كل ما عملها وتطلعها جميلة جدا كده ادعيله كمان دعوة حلوة كده بس اللي عاوزة تعملها تلتزم بالتركات اللي قلتلك عليها ولو مش تلتزم بالتركات يبقى بلاش تعمليها احسن لان الخماد غالية وحرام ان انت تعملي حاجة وتبوز النهاردة كبات السكر بالشيء الفلاني والبضاية بالشيء الفلاني وعلى فكرة صفاري البيت دون خليه عندك في الفريزر لما تعمل اي معجنات ولا حاجة ممكن تدهني بوش المعجنات او ممكن تحطيه في عجة او تعمل بسكوت او بيتفور في وصفات كتيرة جدا ممكن نعملها بصفاري البيت المهم احنا عملنا النجا بقى كده ممكن لو عايزة تحفظيها في شوية نيشة انا بدرتها كده نيشة وحطيتها في علبة وحطيتها في التلاج جلالاش اي حاجة بتبقى زي الفل بس هي جميلة جدا وهتعجبك جدا بازن الله وكل سنة وانتو طيبين وربنا يعودوا عليكم بالخير يا رب العالمين تعالوا بقى نشوف النجا بتاعتنا جميلة ازاي وبتمطي ازاي بتمطي وزي الفل جميلة جدا جربيها ولو عجبتك وعجبك الفيديو ما تنسيش تدخلي قناتي تعمليلي لايك وتعمليلي اشتراك واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وصحتين وعافية على قلوبكو يا رب العالمين